السلام عليكم ورحمة الله أعزائنا الطلبة وصلنا إلى يونت 5 لسن 10 آخر لسن بيونت 5 العنوال المالته a powerful lesson for everyone درس أو عبرة قوية أو جيدة للجميع student book page 54 طيب يقولك read the story what was the powerful lesson القصة ماذا كان العبرة أو الدرس المهم طيب هسا رح أقراركم إياه القصة عن ملخص عن هذا الولد اللي شايل دفتر الملاحظات هذا مراسل مؤقت كذا لجريد الصباح دخل لهاي الصورة الثانية الفوق اللي هذا هو مطعم وشاف فد حادثة فد موقف صار قدامه وكتب عنه فهسا هي القصة عن هاي الحادثة زيد every year في كل سنة الصباح جريدة الصباح makes a special offer to two young students from local schools تعرض في هذا عرض خاص لاثنين من الطلاب من المدارس المحلية في عطلة الصيف هؤلاء الطالبين يمكنهم أن يعملوا كمراسلين للجريدة يمكنهم أن يروا ماذا يفعل المراسلين في مهنهم بشغلهم شي سووا المراسل وهم يمكنهم أن يتعلموا شون يكتبون تقارير في الصيف الماضي سلام أحمد هذا سلام أحمد اللي بالصورة الصيف الماضي سلام أحمد كان هو الفتى المحضوب كان هو الفتى المحضوب كان عمره 16 وكان يريد أن يكون مراسل في أول يوم في الجريدة أخذ دفتر ملاحظات مع الفتى المراسل كان هو يشتغلصاً بالجريدة أحد المراسلين كان يشوف سلام كان يشوف سلام المكتب مالته عندما دخل المحرر المحرر مع الجريدة وقال مطعم كبير راح يتم افتتاحة في الثلاثة القادم في بغداد أريد منكم أريد أحد أن يروح هناك ويكتب في التقرير جيد عن هذا الحدث حدث افتتاح هذا المطعم الكبير في بغداد سلام قال يمكنني أن أفعل ذلك؟ قال سلام في الثلاثة أخذ دفتر ملاحظات مع الفتى والكاميرا ودخل إلى المطعم سلام شاهد كل شيء شيء واحد محدد جذب انتباه أخذ أبوه الكبير بالسن هو كان في الكرسي اللي كان بهذا الكرسي اللي بيت هائرات هذا الكرسي بالمقادئين أخذ للمطعم حتى يأكلون فد وجبة يعني وجبة الأب كان كبيرا بالسن جدا وضعيف وضعبت المطعم على قميصه يعني الطعام كان يسقط من عنده على قميصه والملابس يعني على ما نطرعونه بينما كان يأكل الكثير من الزبائن الآخرين كانوا يشعرون بالقرف من هذا المنظر لكن ابنه كان ينظر عليه بحب واحترام بعدما انتهى الرجل العجوز من الطعام ابنه اللي ما كان محرج على الإطلاق ابنه اللي ما كان محرج على الإطلاق أخذ للمغاسل وبصبر مسح هذا الطعام من ملابسه مسح هذا الطعام من ملابسه قمت بشعره مشط شعره وضبط النظارات ملابسه عندما خرجوا كل من في المطعم كان يشاهدهم بصمت مطبق صمت كيف ممكن لأحد أو نعم هؤلاء الأشخاص كيف يمكن أن يحرجون نفسهم لهذه الدرجة يعني أمام الناس على الملأ كان فخورا جدا ومسرورا كان يمشي خارجا كان يطلع برا من خلال الحشود مع أبيه كما كانوا يخرجون بينا ما كانوا يخرجون رجل حكيم كبير بالسن كلم الإبن و سأله ألا تظن بأنك نسيت شيئا خلفك؟ حسنا الولد أجاب لا سأله لم أنسى شيئا الرجل الكبير بالسن قال نعم لقد فعلت يلا أنت تركته درسا لكل ابن وأمنا لكل أب المطعم كان صار صامت كله المطعم سلام كان يشوف كل شيء واتبع الأبن والأب بعد أن سألهم بعض الأسئلة وأخذ بعض الملاحظات شكر الشاب وقبل الرجل الكبير بالسن على رأسه سلام جعل أول تقرير حول هذه القصة المؤثرة وتم مدحه من قبل الجميع هذا بالأخضر يقول لك ما الأسئلة التي تظن بأنه سلام سأل الشاب هل يمكنك أن تفكر بثلاث أسئلة هاي كانت هي القصة مال السلام من راح للمطعم وشاف هذا الموقف طيب الكلمات wheel chair wheel chair اللي هو هذا الكرسي الدفع اللي يبيه ثيارات مال مقعدين wipe wipe يعني يمسح يمسح تمام؟ من تمسح فهد شيء من تمسح صبورة مثلا wipe straighten straighten يعني يضبط أو يعدل straight يعني عدل straighten يعني يعدل جايه verb grasp grasp يعني يستوعب grasp يعني يستوعب جايه كفاد publicly publicly يعني بشكل عمومي أو عموما public يعني الناس publicly يعني أمام الناس تمام؟ شكل عمومي يعني قدامنا reporter reporter يعني اللي هو المراسل praised يعني مدحة تمام؟ spectacles اللي هي النظارات spectacles اللي هي النظارات زياد السؤال يقولك what was the powerful lesson ماذا كان الدرس المهم ما هو الدرس المهم كل واحد يقدر يجاوب على هذا السؤال حسب وجهة نظره أنا كتبت you have to treat your parents with respect يجب أن تعامل والديك باحترام no matter how all they get مهما كبروا بالسن to have a blessed life حتى تحصل على حياة مباركة and children وأولادك who treat you the same way اللي راح يعملوك بنفس هاي الطريق زياد أما الأكتيفتي activity اللي هو كتاب التمارين مع هاي القصة A التمرين A راح يسألك شنه هما الشخصيات والأحداث اللي صارت هاي فبعد أنت تقدرون تحلوها كلش بسيطة أما B التمرين اللي هو كاتبكم هذا الجمل الكلمات اللي بهذا الصندوق ولازم تنزلوهن بهاي الفراغات أولا A A writes about events for newspaper reporter المراسل هو اللي يكتب حول أحداث في الجريدة يكتب بداخل الجريدة حول أحداث reporter المراسل two I need أنا أحتاج spectacles اللي هي النظارات to see clearly when I'm reading حتى أرى بوضوح عند القراءة I am too أنا جدا I am too weak to carry that heavy box أنا ضعيف جدا حتى أشيل هذا الصندوق can you help me هل يمكنكم مساعدتي four أربعة young people should be الشباب يجب أن يكونوا praised يجب أن يمدحوا should be praised when they help the older generation من يساعدون الناس الكبار بالسن five if someone is unable to walk easily إذا كان شخص ما يقدر يمشي بسهولة they may need هما ربما يحتاجون wheelchair اللي هو الكرسي المتحبك six the wise the wise man said الرجل الحكيم قال you left a lesson for every son and hope for every father أنت تركت درسا لكل ابن و أملا لكل أب هاي هو التمرين البي اللي يختص ببيضة سنتين هزيلا ساعدنا الاكسترا اكتيفتيز الاكسترا اكتيفتيز التمرين الأضافية a أول وحدة شباب شوفوا هذا محاورة بين اثنين أشخاص كل واحد محدد بفد هاي النقطة هاي السودة وهاي تقريبا السودة وبيض السودة وبيض أول وحدة يقول لك فراغ you watch tv last night هل شاهدت التلفزيون الليلة الماضية did you did you watch tv last night yes I did ok yes I did what did you watch what did you watch ما الذي شاهدته a documentary وثائقي was it interesting was it interesting هل كانت مثيرة لا اهتمام yes it was نعم كانت كذلك what was it about عماذا كانت ok عماذا كانت تتكلم animals in africa الحيوانات في afrika طيب هاسه هاي ال a ال b put the verbs in the past simple or past continues ضع او اجعل هذه الافعال في الماضي البسيط او الماضي المستمر past simple or past continues طيب المشهد هو علي قاعد في كفترية ينتظر صديقة علي was sitting علي كان جالسا in a cafe في كفترية he was reading هو كان يقرأ كان جالسا تمام وكان يقرأ anything in the past continues he was waiting هو كان ينتظر شنو كان يسوي كان قاعد يقرأ وهو كان ينتظر ينتظر منه ينتظر صديقة he was waiting for his friend جاسم كان ينتظر صديقة جاسم he heard هو سمع سمع مو كان يسمع لا إذا كان يسمع نقول was listening كان يصغي تمام أما هذه في حادثة يعني كيف عراضي صار بسيط he heard هو سمع a taxi stop هو سمع وقوف توقف التاكسي and he and he looked وهو نظر up and he looked up يعني هو قاعد على الكرسي يقرأ وينتظر he heard a taxi stop سمع صوت توقف taxi he looked up هو نظر نظر إلى الأعلى he saw هو شاهد أو رأى his friend جاسم رأى صديقه جاسم شاهد صديقه جاسم he got out of the taxi very slowly نزل من التاكسي ببطئ جدا طالب عليه he got out of taxi very slowly ببطئ just then what's the matter ما الخطب شن المشكلة ليش ببطئ نزل علي ثوت علي فكر شن المشكلة فكر هيا هيا الفكرة رب عليه then he saw ثم هو رأى أو شاهد نعم جاسم had جاسم had a broken like جاسم كانت رجلة مكسورة لذلك نزل ببطئ زين التمرين c choose the correct pronouns to complete the sentence اختر الضمائر الصحيحة لإكمال الجملة جاسم broke his leg جاسم يعني تعرض لحادثهم كسرة ساقة and and جاسم couldn't walk وجاسم لم يستطع الهايض طيب حسا جاسم شنو يتعوّل بهم ولا هي أوكي منها نهجة نهجة عنه تمام جاسم broke his leg and couldn't walk and he couldn't وهو لم يستطع الحركة الهم ليش ما استخدمناها الهم بان يكون هو مفعول به تمام ولكن هنا هو الفاعل فهي كنت فاك هو لم يستطع الحركة تمام طيب two أحمد gave his mother and father a present أحمد أعطى أبو أم وأبو هدية he gave it to هو أعطاها الهم تمام he gave it to them يستطع هو أعطاها لهم البارح ما نقول he gave it to they ما يصير لأنه they لازم تكون فاعل تمام نقول they gave him هم أعطوا they ولكن he gave them هو اللي أعطاهم تمام من يكون هم الفاعل هي they من يكون هم مفعول به صير them he gave them طيب three I often go to the beach with my sister أنا عادة أذهب إلى الشاطع مع أختي سيد نور قالت نور فراغ like the sea فراغ نحب البحر ما نقول us نقول we we like the sea نحن نحب البحر ممكن نقول the sea like us البحر يحب نا فهن هن نستخدم us ولكن من نقول we like the sea نحن نحب البحر لأنه نحن الفاعل زين هاسا هاي الثالثة الرابعة mrs فاطمة asked mariam a question الست فاطمة اسألت mariam سؤالا mariam gave a good answer mariam gave maryam اعطت her gave her gave فاطمة اعطت المدرسة مالتها gave her a good answer هي اعطت ها جواب جيد five خامسة جاسم وحامد كانوا متأخرين على المدرسة هذا المشهد جاسم وحامد متأخرين على المدرسة تمام can you take in the car جاسم asked his father جاسم سأل الابو can you take جاسم جاي يحكي عن نفسه وعن حامد يقول هل يمكنك ان تأخذنا can you take us in the car هل يمكنك ان تأخذنا بالسيارة جاسم حامد جاسم كان يتكلم بالنياب عن نفسه وعن حامد لانه كان يحكي يا ابو can you take us in the car هل يمكنك ان تصلاح بنا وتأخذنا بالسيارة زيان الدي يقول لك ريديز نو ساباتا تي في بروغرام يساعد ايماجينايشن تو اد اكسرا انفوميشن ذن رايت السامري هذا بعد انتو تقدرون انتكتبونا حسب التوجيهات المدرس ما لتكون الى هنا نكون انتهينا من يونت 5 بس ان 10 انتهينا من يونت 5 ان شاء الله يا ربي تكون افتهمت زوروا موقعنا على شبكة الانترنت www.almerger.com المرجع الالكتروني طريقك نحو المعرفة